السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد مازلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام النهاردة هنتكلم عن رؤية التعلق المصاحب للصراخ أو الصياح أن أشوف نفسي في المنام معلق بحبل وبصرخ أولا التعلق بداية بالنسبة للرجل المتزوج هذه الرؤية أن الرجل المتزوج يرى أنه معلق تدل على أكثر من معنى إما أنها تدل له على الزواج مرة أخرى يعني هو رجل متزوج وتدل على الزواج نعم وإما تدل على كثرة المسئوليات التي على عاتقه ولذلك كون أني أشوف في المنام أني معلق كثرة مسئوليات رؤية الرجل المتزوج أنه معلق بحبل من مكان مرتفع من الممكن أني أرى في المنام أنني أعلق من مكان ليس بعالي ليس بمرتفع أما أن أرى في المنام أنني معلق في مكان مرتفع وأنظر إلى الأرض الأرض بعيدة هذه الرؤية لها ثلاثة معاني وكل معنى في كلمة واحدة المعنى الأول وأن هذه الرؤية تدل على المرض وإما تدل على السجن وإما تدل على أنك شخص حائر رؤية تعلق الرجل من مكان مرتفع رؤية الرجل أنه معلق ولكن معلق بحبل قوي هذه الرؤية رؤية محمودة تدل على قوة العلاقة بين الأهل والأقارب والأصحاب أما إذا كان الحبل ضعيفا تدل على عكس ما ذكرت تدل على ضعف العلاقة بين الأهل والأقارب والأصحاب أما رؤية المرأة المتزوجة أنها معلقة بحبل قوي تدل لها على الحمل وتدل أحيانا على قوة العلاقة بينها وبين زوجها رؤية البنت العزباء أنها معلقة بحبل بغض النظر هو قوي ولا ضعيف لكن بداية رؤية البنت العزباء أنها معلقة بحبل هذه الرؤية تدل لها على خطوبة قريبة إن شاء الله تبارك وتعالى أما لو رأت البنت العزباء أنها معلقة بيد شخص شخص كده مسكها ومعلقها بيده ورفيحها عن الأرض هذه الرؤية تدل على حبها الشديد لهذا الشخص لو أنها تعرفه رؤية البنت العزباء أنها معلقة وهي خائفة من السقوط هذه الرؤية تدل على مدى خوفها من المستقبل أو خوفها من فقدان شيء مهم في حياتها رؤية المرأة الحامل أنها معلقة هذه الرؤية تدل على قوة الحب بينها وبين زوجها وحتى بين أهل زوجها اللي هم والد الزوج عفوا وأم الزوج وإخواته وإلى آخر أسرة الزوج رؤية الشخص أنه معلق بحبل إلى السماء ليس من مكان مرتفع وإنما يرى في المنام أن هذا الحبل يصل إلى السماء هذه الرؤية محمودة تدل على تديونه بمعنى أن هذا الشخص قلبه معلق بالقرآن والسنة فهذه الرؤية تدل على مدى حبه لهذا الدين هناك رؤية مهمة جداً من يرى أنه مربوط بحبل وفي آخر الحبل عصى هذه الرؤية تدل على السحر ومع شديد الأسف أما من استطاع أن يتسلق هذا الحبل وهو معلق فيه هذه الرؤية تدل على انتصاره على أعدائه وحقاده وحساده انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته